انت محشكش التدريب انا نظر انا جاي كنت عملا اسأل نفسي السؤال ده كان طريحة اللواتي خلاص بيطل علينا عطول على الشاشة بس انا بحس اقول ايه لا كان طريحة لازم ينزل يخش يلعب معانا شوية والله في حاجات بتيجي بس ما بحبش اقولها او صرح انا دائما يعني عمتا يعني اقافل عن نفسي شوية قصة ال انا جالي من سنة برضو المغرب بس ما حصلش نصيب فريف المغرب اه وكان طريق مصطفى هو اللي مكلمني الحقيقة على القصة دي ووفقت خلاص والدنيا خلاص يعني عارف انت بنعمل ردوش الاخيرة وسبحان الله وقفت من جانبنا يعني والناس زعلوا مني كمان هناك والله بس كان غزبا عني وبعدين حاجات بقى بتيجي كده هنا في الدور الممتاز سنة الفاتت فرق بتنزل فانا مش هاجي من بعيد اروح واخد فرقة 90% تنزل ومجرد انا اشتغل فاهمني بس فياريت والله الشغل بتاع الاعلام الشغل بتاع الاعلام بيبعد الشخص عن التدريب يعني او عن مثلا ايه انا دايما اقول لنفس ايه المدربين او اللاعبين اللي بيطلعوا يظهروا فيه الشاشة كاعلاميين الناس بتنسى انهم مدربين وكبار ولا هم شونها طيب ده اللي فعلا اللي وغدينه الناس عني فكرة عني انا انا شخصيا انا ما يقولك ايه ده ما هو يعمل ده اعلامي انا مش اعلامي انا راجل مدرب لعب كرة ومدرب بس انا اشتغلت الاعلام لقناة الزمالك لظروف معينة يعني الناس كانوا كانش فيه يعني بيدوروا على حد اعلامي ينفع لو قبول ويتحدث جيدا اه ولو خبرات في الموضوع الاعلام ده فكلموني وافقت كنت انا بساعتها قاعد حتى مرة سبت الاعلام وروحت اشتغلت في طلاع الجيش وبعد كده رجعت تاني فاهمني لان لما مشيت من طلاع الجيش كانت اخر محطة ليا طلاع الجيش وبعدين بقى مسكت الزمالك على فترات بقى اللي هي الفترات اللي هي قبل كارترون وقبل ميتشو كده يعني فاهم اللي هي اللي تشتغل بار تايم دي اسبوعين ثلاثة ويجي مداري والاجنابي وانت راجل دايما كان الزمالك انداء لك تروح على طول يعني ما تقدرش تقول الزمالك بقى لأ اه انداء لك تروح على طول فده اللي حصل يعني فاهم وبعدين بقى جاء مضوع الاعلام فالناس بقى متخيلة ان انا خلاص ست التدريب لا بالعكس الواحد لو جاله حاجة كويسة وشايف انها هتضيف له او شايف انه هتضيف لها على طول ما الاعلام ده شغلة يعني بالنسبة لي ثانوية لكن الشغلة الاساسة انا راجل مداري